أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا أن أرقام الليبيين الذين أدرجوا في سجل الناخبين وصلت لمليونين و34 ألف شخص بنسبة 53.26% ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وقالت المفوضية في بيان لها الثلاثاء بحسب وكالة الأنباء الليبيا أن نسبة من سجلوا في كشوف الناخبين هي النسبة المتعارف عليها دوليا لإضفاء معيار المستقلية على أي عملية انتخابية مقبلة وكانت عملية تسجيل الناخبين في منظومة التسجيل للمفوضية العليا للانتخابات في ليبيا قد أغلقت نهاية الشهر الماضي بعد أربعة أشهر من العمل خارج وداخل البلاد من جانبه أعلن غسان سلام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنه سيسعى لدعم عملية إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري مشيرا إلى أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية عام 2018 هو في قمة أولويات الأمم المتحدة وأنه من المهم جدا قبل إجراء هذه الانتخابات أن تكون شاملة وذات نتائج مقبولة من الجميع وكان سلام قد طرح أمام مجلس الأمن في سبتمبر 2017 خطة تتضمن الدخول في جولة مفاوضات نهائية لتعديل الاتفاق السياسي المتعثر إضافة إلى وضع خارطة طريق لإنهاء المرحلة الانتقالية تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري وأعلن مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر الماضي التزامه القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية معربا عن تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة لاستناف عملية سياسية شاملة يكون زمامها في يد الليبيين وتتولى الأمم المتحدة قيادتها ترجمة نانسي قنقر